باختبار اهو اختبار حقيقي واختبار كبير ومنتخب بوركينا فاسو خليل في بداية نعرف منك استعدادات وكواليس استعدادات المنتخب حتى الان طبعا الناس كلهم طبعا الفترة اللي فاتت كابتان حسام حسن تولى المسؤولية خلفا طبعا لروي فيتوريا البداري البرتغالي وكان فيه معسكر شهر مارس اللي فات دي كانت مواتشات ودية لعبنا مع نيوزيلاندا فوزنا 1-0 لعبنا مع الكرواتيا واحد من فرق مصنفة في العالم خسرنا 4-2 لكن اعتقد مبارتين كان مهمين جدا جدا في الزل كبان كان غيب طبعا ابرز لعب محمد صراح كان كلام كتير ولغط كتير حصل خلال فترة 3 شهرين او 3 شهور دول تقريبا لحد ما وصلنا لمعسكر شهر 6 واحنا قلنا من الاول في نفس المكان هنا ان معسكر شهر 6 هو اهم معسكر في السنة كلها لانه ده المعسكر اللي فيه مبارتين في تصفات كاس العالم يمكن حتى 2024 كلها فيها المتشين دول بس بقى التصفيات ان شاء الله فضل 6 مجموعة كلهم في 2025 فمهم جدا ان احنا متصدرين المجموعة ب6 نقاط عايزوين نوصل للنقطة 12 بحيث نخش السنة الجاية او اخر 6 جولات واحنا مرتحين نفسيا ومتصدرين المجموعة وبعيد عن اي فريق بينفسنا في المجموعة واللي يشوف المجموعة نعرف انها المجموعة في المتناول لان طبعا المتصدر هو اللي هيراح مباشرة لكاس العالم 2026 ان شاء الله في امريكا وكندا والمكسيك فخطوة مهمة جدا جدا وكمان بالصدفة منتخب مصر عنده 6 نقاط بركينة فاسو 4 غينيا بساو 4 ودول المنتخبين هنلعبهم في الجولتين دول فبالتالي الفوز عليهم بشكل مباشر بتفوز انت بت 3 نقاط وتحرمهم من 3 نقاط فبتوسع الفارق مع اقرب منفسين لك في المجموعة عشان كده الموضوع في غاية الهمية الكواليس الموجودة ان في روح كويسة جدا جدا جول معسكر فيه زي مقول كده محمد صلاح لما جيه يوم 1-6 وانضم المعسكر كان هو اخر واحد انضم للمنتخب مصر وفقا الاتفاق بينه او بين ادارة ليفربول مع منتخب مصر ان طبعا التجمع الدولي كان يوم 3 يونيو ولكن بشكل ودي تم الاتفاق ان الناس هتروح بدري طبعا لابا المحليات كلهم راحوا من يوم 28 مايو محمد صلاح كان اخر منضمين كان واحد يونيو فيه لعبة زي حمد فتحي مثلا في الواقرة القطري خلص من بدري للدولي فكان نعمل برنامج بدني ليه هنا من بدري وموجود من قبل المعسكر فنضم من بدايته فكل التجمعات دي اول ما احمد صلاح ما جيه فيه اجتماعات بين اللعيبة وبعضها فيه اجتماعات بين الجازل الفني واللعيبة فيه روح حلوة جدا فيه واضح ان الكل عنده هدف واحد ان المنتخب مصر في التعقف ده عاوز يجيب الست نقاط ويؤكد زعمته لهذه المجموعة وصدرته لها وتعزيز الفارق بيننا وبين بوركينة فاسو وكمان غينية بساو في الجولتين التالتة والربا بالتأكيد فيه تاريخ كبير وطويل ما بيننا وما بين منتخب بوركينة فاسو ايه هو هذا التاريخ وعلى اي يعني على اي مدى ممكن يعتمد حسام حسن عليه يعني التاريخ ده قديم ولا جديد وليه الناس بتقول على ان ده الاختبار الحقيقي لحسام حسن طيب اه وسؤال مهم جدا اولا التاريخ بص التاريخ معمول عشان نذكره قبل المطشاط بس لكن التاريخ مش بيقصر نتيكت المطشاط لان كل مباراة لها ظروفها كل مباراة لها وضعها ممكن سيناريو يحصل انت مكنش بتوقعه يحصل في اللقاء فهيغير من الامور فالتاريخ بيقول ان مصر بوركينة فاسو لعبوا سبع مطشاط منهم تلات مباراة ودية بوركينة فاسو ما فازوش على مصر ولا مرة في السبع المباراة مصر فازت اربعة وتعادل في تلات لقاءات المطشاط الرسمية مصر فازت في تلاتة وحصل تعادل في لقاء واحد والتعادل ده كان سيمي فاينال 2017 لو ناس تفتكر كأيام هكتور كوبر ومصر فازت براكلاة الترجيح يعني ما حصل تعادل بيننا وبينهم في مطش الرسمي كان قبل نهائي كاس أم أفريقيا وفوز نحن براكلاة الترجيح وتأهلنا للنهائي ولكن للأسف مكنش موفقين أمام الكاميرو لو ناس تفتكر ساعتها نهي 2017 فالتاريخ بيقول مصر تفوج بشكل واضح جدا وصريح على بركنافسه بشكل يعني مية في المية أربعة فوز ثلاثة تعادل انت مقصدت شوالة مرة طب ليه اختبار حقيقي لحسام حسن اذا ما قلنا من شوية شهر مارس لما حسام حسن طالب مسئولية طبعا لعب كبير نجم كبير هو اللي سجل هدف مصر للوصول كاسا عام تسعين هدف تاريخي طبعا طبعا لعف الأهلي لعف الزمالك حقق بطوط كترة جدا جدا قادر عديد من الأندية عمل الناس كلها عارفة هروح حسام حسن لما شفنا معذكر شهر مارس ده كان امام منتخبات مش افريقية منتخب نيوزرندا منتخب كرواتيا منتخب من اوكيانوسيا منتخب من اوروبا فالموضوع مباراود دي في الأول في الآخر سواء فوزت او خسرت ولكن لما نوصل لشهر ستة اللي بنوا عليه اول اختبار لان ده اول مباراة رسمية بالمنتخب مصر تحت قيادة كترة حسن فالشهر مباراة رسمية ده اللي ميديها البعد بتاع انه هو اول اختبار حقيقي زي الناس ما بتقول لان ده المهم انا في الودي كسبت خسرت اتعدلت مش فارق معي في حاجة مش هأثر عليها في حاجة ولكن اين اللي هأثر معي المنشطة الرسمية فمهم جدا ان عندك مباراتين وزي قلت من شوية المطشين مهمين جدا انك تفوز بهم وتوصل للنقطة 12 فتحط رجليك كده في امريكا وكندا والمكسيك انك تقربت بشكل كبير جدا من ضمان التأهل لكسل العالم